السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي محمد المراجد مدرس المرحلة الثانوية رجعنا لكم بالحصة استكمالا للقطعة اللي أخذناها أول وحدة في اليونت فور والحصة إن شاء الله تعالى رح نشتغل اللي هي أسئلة Reading Comprehension سواء كانت الأسئلة المباشرة أو Critical Thinking الموجودات عندنا في الكتاب يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ طبعا الأسئلة اللي حنجاوبها اليوم ما لا هتكون في Students Book Page 35 Exercise 4 التمرين الرابع في صفحة 35 في كتاب الطالب Answer the following questions based on the text Based on the text حكايا دائما وأبدا القاعدة الذهبية عندنا في إجابات الأسئلة إنه ما له The Text Rules اللي بيحكمنا هو إيش؟ النص دائما نحفظ هاي القاعدة ونفهمها دائما وأبدا بيحكمنا النص دائما إذا السؤال ما طلب مننا إننا نجاوب برأينا مباشرة نرجع وين؟ على التكست على النص وبنجيب منه الإجابة نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ في الفقرة الأولى إذا بتتذكروا إحنا وصفنا حدث بيكون في مسابقة كانت للترويض ووصفنا كيف الخيل منظر وكيف كان الرايدر وكيف اللي هو الراكب تاع الخيل الخيال ووصفنا أشياء كثير عن هذا الحدث هذا الحدث اللي صار في الفقرة الأولى شو الإشي اللي كان فيه مميز بالنسبة لي؟ أداء performance معناها إيش؟ أداء شو اللي كان مميز بأداء الخيل والخيال في هذا الحدث في الفقرة الأولى بنحكي إيش؟ Their performance was so good that it broke a record كان أداءهم جدا جيد بحيث إنهم حطموا رقم قياسي This record was also the only one they had not broken before وكان هذا الرقم القياسي هو رقم القياسي اللي ما تم تحطيموا إلى الآن which makes them world champions واللي خلاهم إيش؟ أبطال للعالم number two طبعا هالجواب أنا من وين جبته يا جماعة اللي بيسأل موجود برضو بالفقرة لكن إحنا زدنا عليه أكم كلمة فقط لكن هو موجود بالفقرة الأولى إذا بترجع الفقرة الأولى آخر الفقرة الأولى بيكون موجود عندكم number two what is meant by the words humble background هذا حكينا عنه لما كنا نشرح القطعة حكينا what is meant by the words يعني ما المعني بالكلمات humble background دي خلفية متواضعة إيش قصدنا في خلفية متواضعة ومكتب لك إيش؟ والله مهم الملاحظة اللي بيكتبوننا إياهون explain with reference to paragraph three يعني إشرح بالرجوع إلى الفقرة الثالثة the words humble background mean that Charlotte did not have a lot of money growing up يعني Charlotte ما كان عندها فلوس كثير وهي إيش لساتها صغيرة her parents had to work hard to get enough money for lessons أبوها وأمها هم اللي اشتغلوا بجد حتى أنهم مفرولها فلوس عشان الدروس اللي هي بتأخذها تبعة الخيل Charlotte met her horse veligro when she went to work at Karl Hester's stable يعني Charlotte هي التقت بالخيل تبعها اللي هو veligro لما هي راحت تشتغل عند Karl Hester في الإستبلات عند Karl Hester عنا آخر هي ما اشترت هذا الخيل ما كان معها فلوس تشتري هذا الخيل فهي التقته فقط في إطار عملها and she started to train the young horse successfully وبعدين بلشت اتدرب الخيل بنجاح فيذلك خلفية متواضعة بالنسبة لشارلت إحنا قاعدين بنحكي مش بشكل عام أنه شارلت أول شي بتحكي لأنه ما كان عندها فلوس وهي صغيرة هاي أول شغلة ثاني شغلة إنه أبوها وأمها هم اللي جابوا الفلوس حتى هي تدرس أو تتعلم سوري ركوب الخيل وثالث إشي إنه هي التقت بالخيل تبعها لما كانت تشتغل مع هستر في الإستبلات مع Karl Hester في الإستبلات وما اشترته شرية تمام؟ هاي هي يعني خلفية متواضعة number three how did Charlotte meet her horse veligro explain in your own words برضو هاي الملاحظة مهمة بدك تشرح بكلماتك الخاصة بطريقتك الخاصة كيف شارلت التقت بـ veligro اللي هو الإحصان حكينا في السؤال اللي قبله شارلت met her horse veligro when she went to work at Karl Hester's stables and she started to train the young horse successfully طيب لو أنا وقفت الإجابة تبعتي هون أحكي له إنه هي التقت بالخيل بـ veligro لما هي اشتغلت مع Karl Hester في الإستبلات صح مليون بالمية لو وقفت إجابة أكون صح مليون بالمية أنت حققت المطلوب من السؤال لأن المطلوب من السؤال بيقول لك هي كيف التقته مش بعد ما التقته شو صار لكن هي هاي اللي أضفناها إحنا فقط إضافة لتدعيم الإجابة ونورجي الأستاذ أول اللي بصحيح لنا إنه إحنا فاهمين الإش اللي بنحكي عنه مش بس بص مينه بصم سميلي شغلتين شارلت بتعملهم حتى ترتاح وتسترخي هذا الإشي إحنا حكيناه فوق وحطينا عليه أكثر من سؤال حطينا عليه ثلاث أسئلة تقريبا الأول شارلت goes for rides in the countryside هاي أول وحدة rides in the countryside اللي هي بتطلع بجولات في الريف قرب منزل والديها مع الخيل هاي أول واحدة حكيناها والثانية and spends time at home and spends time at home بتقضي وقت في المنزل in order to relax حتى هي تسترخي تمام يا جماعة أربع أسئة سهلات وحلوات هنا في عندي سؤالين critical thinking موجودات برضو في الكتاب بيحكي لك what do you think Charlotte and her horse are such sorry why do you think Charlotte and her horse are such a successful team ليش انت بتعتقد شايفين why do you think why do you think ليش انت بتعتقد فلما يقول لك why do you think هون إحنا نتألق بإجاباتنا الرائعة بيقول لك ليش انت بتعتقد أن شارلت وحصانها شكلوا فريق ممتاز ليش ببساطة بنحكي Charlotte and her horse could be a successful team because هون أنا بس عدت الإشي اللي موجود فوق وبعدين بدي أقول له السبب ليش هي من هون بلشنا الإجابة she trained him أول شي هي اللي دربته and so they know each other well فلذلك هم بيعرفوا بعض كويس كمان سبب it might also be شايفين it might also be because they work hard together هم بيعملوا بجد واجتهاد مع بعضهم البعض فأنا عندي سببين السبب الأول إن هي اللي دربته فبيعرفوا بعض كويس السبب الثاني إن هم بيشتغلوا مع بعض بجد واجتهاد لكن ما تبقى أنا هذا جبته من فوق مقدمة السؤال جبتها من السؤال نفسه مقدمة الجواب سوري جبتها من السؤال نفسه وهنا أنا حطيت كلمة ربط مش أكثر فربطت بين السببين المطلب الأول في السؤال بيقول لك هل هذه القصة بتلهمك إنك إنت تتخذ هواية معينة وتبلش هواية معينة أو إنك تشتغل على نفسك بشيء أنت شغوف إلو عندك شغف إلو عندك حب إلو هاي بدنا نجاوبه على المطلب الأول المطلب الثاني بيقول لك why or why not بدي أشرح ليش هذا الإشي بلهمني أو هاي القصة بتلهمني أو ليش ما بتلهمني على حسب شو الجواب اللي أنت بتجاوبه أو اللي أنت بتجاوبه نيجي نطلع بيقول لك أول مطلب هل هي بتلهمني أو لا فشو بقول it inspires me هي تلهمني وبعدين باخذ من فوق باخذ من هون وبكمل للإجابة to try harder at all sports تمام أنا اختصرتها وحطيت at all sports ما حطيت hobby أو غيره لكن بإمكانك تحكي it inspires me to take up a hobby or try harder at something I am passionate about بإمكانك تحكي بالطريقة هاي تمام فمنحكي it inspires me to try harder at all sports هاي المطلب الأول حكيته المطلب الثاني بدي أشرح ليش because شايفين ما أجي أشرح ليش بدي أجعه because why بدها because تمام Charlotte loves what she does and is not just competing to win لأنها Charlotte هي بتحب الإشي اللي بتعمله ومش بس هي بتنافس عشان تفوز فقط I would like to be as dedicated to sports as Charlotte أنا حاب أني أكون أكرس حياتي للرياضة زي زي Charlotte is to horses and riding زي ما شارلوت مكرس حالها لي الخيل وركوب الخيل It obviously makes her very happy and fulfilled فهذا الشيء بيخليها دائما سعيدة ومبسوطة تمام فإذاك أنا بدي أكون زي زيها وهيك جماعتي خير بنكون جاوبنا أسئلة القطعة المرتبطة بالقطعة حصة خفيفة لطيفة كانت سريعة وإن شاء الله تعالى نكون نفهمنا مفاهيمها كاملة أي حدا عنده سؤال أو استفسار أو أي شيء على صفحاتي على التواصل الاجتماعي أو على الواتساب على رقمي اللي دائما وأبدا بحكي لكم إياه اللي هو 078 2254 ستة وخمسين تواصلوا معي واسألوني ما في أي مشكلة وإن شاء الله تعالى أنا بكون متوفر معاكم وبجاوبكم على أسئتكم كلها وعلى استفساراتكم محمد المرشد كم معاكم شكرا جزيلا جماعة خير وبنشوفكم الحصة الجاي إن شاء الله تعالى في القواعد في الوحدة الرابعة قواعدها ستكون سهلة وبسيطة وحلوة الله أعطيكم العافية سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفروك أنا أتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة